الآن لموثل الجماهرية العربية الليبية شكرا سيد الرئيس في البداية أود أن أشكرك لعقدك هذه الجلسة حول بلادي وما يجري فيها وأشكر الأمين العام لاهتمامه بما يحدث في بلادي أيها السادة سؤالة بول بوت زعيم الخمير الحمر في كمبوديا لماذا قتلت تلت شعبك؟ قال قتلتهم من أجل الشعب قبل أن يقوم هتلر بغزو الاتحاد السوفيتي استدعى رومل من ليبيا وقال له يا جنرال أريد أن أغزو الاتحاد السوفيتي فقال الهروم لذلك سيكلفنا عمليات بربروسة 2 مليون قتيل فقال هتلر وما قيمت أن يموت 2 مليون من الألوان في سبيل مجد القائد الفهرر ما يجري في ليبيا أيها السادة شيء خطير جدا يوم 25 فبراير خرج مجموعة من الناس المدنيين المسالمين يطالبون بالإفراج عن محامي اسمه تربل يدافع أو يتابع قضية يوم 15 فبراير يتابع قضية 2000 سجين قتلوا سنة 1996 في سجن بوسلي خرج المتظاهرون فبدأ إطلاق النار على صدورهم ورؤوسهم في بنغازي وكأن هؤلاء الجنود لا يعلمون أن البشر فيهم رأس وبطن وخاذ وسيقان هناك أجزاء أخرى في جسم الإنسان يمكن أن تضرب وهناك وسائل أخرى الماء الساخن المسير الدموع انتشرت القضية انتشرت ظاهر التظاهر لبيون يطالبون بالديمقراطية يطالبون بالتقدم يطالبون بالتحرر يطالبون بحقوقهم تظهروا سلميا إن لم يرموا حجر قتلوا ماذا قال الأخ معمر القدافي قال إن هؤلاء يتعاطون حبو الهلوسة عشرات الآلاف تخرج في كل نحا ليبيا يحتاجون جبال من حبوب الهلوسة لكي يفقدون عقله بأي ويسانا خرج مليون في بنغازي أبس كم يحتاجون جبل الأخضر لا يكفيهم من حبوب الهلوسة ولا الجبل الغربي لو تحولت إلى حبوب الهلوسة معمر القدافي وأولاده يقول للليبيين أما أن نحكمكم أو أقتلكم واضح هذا المساء بعد أن قتل العشرات يا أخواننا في تاجورة وفي عرادة في شرق طرابلس خرج يخطب أمام أطفال جابوهم من دور الرعاية يهتفون لهم من دور الرعاية وبعض الجنود ألبسوهم لبس بدني وقال لهم سأحرق ليبيا سوازع الاستلاع على القبائل ستكون ليبيا حمراء من الدماء ما هذا يا أخوان من أجل المجد هذا المجد أو من أجل الشعب لا يستطيع معمر القدافي أن يعطي قطعة سلاح لأي شخص في ليبيا لأنه لن تكون معه ستكون ضده لأسف أن يكون في هذا الموقف أول مرة سمعت معمر القدافي يخطب في المدرسة تنوية للجنوب 1959 كان يقول أريد الحرية للكونغو سمعت 1960 احتجاج على القناة التجارب الدرية الفرنسية في جزائر 1961 ضد الانفصال بين سوريا ومصر أسمعه الآن يقول لشعبه أما أن أحكمكم أو أقتلكم وأدمركم لا تخافوا ليبيا مترابطة ليبيا ستكون موحدة ليبيا ستكون دولة متقدمة لكن أقول يا أخي معمر أترك الليبيين وشانهم مهما قتلت هذا الشعب العنيد الذي قدم نصف سكانه أياما كان حافيا وجاهلا وفقيرا ضد مفسليني وقرسياني لم يخضع الليبيون لم يخضعوا عمر المختار قال نحن لا نستسلم ننتصر أو نموت نحن لا نستسلم ننتصر أو نموت أيها السادة للأسف كنت عضوا في بجلس الأمن والتلبلادي وكنت أعرفع صوتي على ما شهدته وغزة من القتل مع مالك الدافي يقولوا لها أولا أتباع بلدن أسألها يا أخي معمر هل الطفل اللي أمره ستشهور من أتباع بلدن وقتل هل الطفل اللي أمره ستشهور من أتباع بلدن يا أخواني ليبيا أنشئت بقرار من الأمم المتحدة الأمم المتحدة أرجوكم أن تنقذوا ليبيا أنقذوا ليبيا لا للدم لا لقتل الأبرياء نريد قرارا شجاعا وحاسما وسريعا أيها السادة شكرا لكم